أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لسيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاسات الكربونية وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر أكد مدبولي أن مصر يتوافر بها قدرات كبيرة تؤحلها لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر خاصة في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الواعد بما يتواكب مع جهود الدولة ذات الصلة بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية كما أشار مدبولي إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقيات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود لهذه المشروعات